يواصل المواطنون الاحتفال بأول أيام عيد الأطحى المبارك حيث تشهد حديقة الحيوان بالجيزة توافد الزائرين بشكل كبير في أول أيام العيد وقد استعدت حديقة الحيوان بخطة شاملة لاستقبال الزائرين تضمنت تجهيز سيارات الإسعاف والإطفاء داخل الحديقة واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى تطهير بوابة الحديقة وتطوير وتجديد الأنشطة الترفيهية خلال ساعات اليوم الحديقة بتستعد ضمن خطة معتمدة من وزارة الزراعة الحقيقة ويمكن فيه متابعة الحقيقة بتتم معنا يوميا من معاي الوزير الزراعة الحقيقة لتنفيذ هذه الخطة وأهمها طبعا تدبير حيوانات وصحة الحيوانات في العرض ومظهرها والحقيقة الحديقة بزر الجهد كبير جدا سواء أطباء بيطريين سواء عمال في تغزية الحيوانات في تنفيذ خطة الوقاية والتحسينات ضد أمراض الوبائية في أعمال الرش والتطهير والحديقة الحمد لله أصبحت خالية تماما من أي وبائيات أو أي أمراض الحيوانات كلها صحتها جيدة ولائقة للعرض الحيوانات دايما البنشوفها والملاهي الملاهي علشان تتفاستح الملاهي وتتمرجح وعلشان تشوف الحيوانات ترجمة نانسي قنقر